موسيقى هذا النموذج اللي شفتوه اليوم ده بيؤسس الى نموذج متكامل ما بين الدولة ممثلة في وزارة الزراعة وما بين مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في شركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير وما بين الجهاز المصرافي ممثلة في البنك الزراعي المصري وده بيظهر نوع من أنواع التكامل للمؤسسات الدولة كلها بتعمل في شكل متكامل بحيث ان احنا بنقدر نقدم خدمات متكاملة احنا هذا المشروع بيمثل في إطار توجهات السيد الرئيس بمحاولة حكتين رفع كفاءة الأصول اللي كانت مملوكة لوزارة الزراعة وبالتالي احنا بنحاول نعظم الاستفادة بينها وبمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بحيث نحقق منها أكثر بحية ممكنة وأقصى يعني قيمة مضافة بتتم من هذه الأصول على الجانب الآخر لجأنا إلى مشروع الصروة الحيوانية الهدف منه أن احنا بنحقق نوع من أنواع التوازن بنحقق نوع من أنواع استقرار الأسعار إيجاد فرص للشباب هذا المشروع بيقدم يعني نموذج له أن مؤسس مصر الخير بتقدم الرعاية وبتقدم نوع من أنواع الضمان اللي موجود يعني الشاب اللي بيجي يدخل في هذا المشروع في شكل حضانة على شكل حضانات المنشآت الصناعية داخل المؤسسة بيمتلك مجموعة من الرؤوس بمولة من البنك الزراعي في إطار مبادرة البنك المركزي بفايدة مخفضة 5% وبالتالي هو مشروع متكامل الشاب بيتعلم كيف يدير مشروع كيف يمتلك مشروع كيف يستطيع أن يقدم دراسة جد وبالتالي بيكتسب مجموعة من القبرات في مجال السروع الحوانية بيكتسب مجموعة من القبرات في مجال إدارة المشروع بيحصل على تمويل منخف التكاليف في نهاية الدورة اللي هي قريبة حوالي شهرين أو ثلاثة أو يمكن حضراتكم شفتم يعني بنوزع قيمة الأرباح بتاعتهم وقيمة العوائد بتاعتهم اللي هي تمثل قيمة أفضل من أنه يظل بدون عمل مشروع عبارة عن أن المؤسس مصر الخير بتاخد المزرعة بشركة أرض الخير اللي هي مملوكة المؤسس مصر الخير وبترفع كفائتها وتعيد تهيئتها للاستقبال الحيوانات وبتعمل بحث في القرية اللي موجودة الشباب والشابات العطلين على العمل من حق أنه ييجي وياخد قرد من البنك الزراعي لعشرين راس ويربوهم جوة المزرعة تحت إشراف المهندسين والأطباء بتعمل أساسة مصر الخير وفي نهاية الستة شهر بيتدباع هذه العجول البنك الزراعي ياخد تمويل والشباب ياخد ربح بتاعه نحن النهاردة في بنجنس مار أول مرحلة كده تمت للتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمات المجتمع المدني والبنك عملنا منظومة كويسة أول حقيقة استفاد منها 300 شاب وهو استغلال الأصول في وزارة الزراعة بتوجهات سيادة الرئيسة نحن لازم نستغل للأصول تعاوننا مع مصر الخير إنهم طواروا ست مزارع وتم تشغيلهم الدورة الأولى اللي 300 شاب استفادوا كل شاب 20 رأس تم تربيتهم في الدورة الأولى وانتهت الدورة الأولى وعندهم أرباح كويسة النهاردة يمكن شوفنا توزيع الأرباح بتاعتهم وهيبدأوا دورة تانية إن شاء الله وده نموذج من النمازج اللي احنا بنهدف لها إن احنا نحسن استغلال أصول الوزارة ونفيد أكبر عدد من الشباب وتوفير فرص عمل وده إن شاء الله احنا يعني الخطوة دي ممتازة وإحنا بنكمل فيها في باقي المزارع إن شاء الله قصة المشروع كله إن أنا عرفت إن فيه بروتكول تعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسة مصر الخير وشركة أرض الخير ولما عرفت إن فيه مشروع هيتفتح عندنا لإننا كان عندنا محطة بحصة رعائية مقفولة من سنين فبدأت المؤسسة وبدأت القادة السياسية تفتتح المشروعات دي وبدأت تشتغل إن هي تعمل مشروعات ترموية في المحافظات وكان من ضمن المحافظات دي محافظة بنسويف مركز بيبقى مزرعة ستس وبدأت بإن أنا روحت أقدمت في البنك الزراعي ولما المشروع ابتدى شوق روحت المزرعة بصراحة لقيت ناس متخصصين في كل المجالات بدأنا نشتغل وبدأت تروس المشاتيج المزرعة وبدأنا نشتغل جابونا مهندسين وأطباب إطاريين وعملونا جدوى الحضور وانصراف وكانت بصراحة المجموعة القائمة العمل بالمشروع كلهم خبرات عالية جدا وبدأوا يعملونا سيستم من نظام الشغل كنت بروح أربع تيام في الأسبوع وعرفت إزاي يتعامل مع رؤوس الماشية من تسمين وتعليف والنهاردة الحمد لله جاي بسلم أرباحي وشكرا لقادة السياسية ورئيسها فتح السيستم ترجمة نانسي قنقر